ثمن رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فقيه دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمؤتمر قمة دول جوار السودان في القاهرة مؤكدا على الدمج بين جميع أوراق خارطة الطريق والبناء على مبادرات الرئيس السيسي من أجل تفعيل دور إفريقيا ومساندة السودان وخلال كلمة له في الجلسة الابتتاحية للاكتماع التنسقي النص سنوي للاتحاد الأفريقي والتجامعات الاقتصادية بنيروبي بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي أضف فقيه أنه يتم العمل على تحديد النقاط الأساسية التي تم طرحها في مؤتمر مناخ بمصر كوب 27 بشأن مسألة الاحتباس الحراري وتجهيز ما سيتم طرحه في مؤتمر مناخ كوب 28 حاولنا بناء نعم بوضارات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي التي اشتركت بها وهي تفعيل دور أفريقيا من أجل مساندة السودان وأنه لأمر هام أننا نكون بعمل دمج عالي وعمل موائمة مع المجتمع المدني لكي نحاول أن نفعل دور القرى الأفريقية الرائدة وأيضا نحاول أن تحسين الوضع في منطقة الساحل وفي منطقة الساحل يوجد بها العديد من المخاوف